دلوقتي هنهش المرحلة الاخيرة بتاعت الافورد ده طبعا من الواضح جدا ان الحاجات اللي اتكلمنا فيها وعرضناها دي جرعة مخففة يعني او كابسولة كده تعملت لكو من التكنيكس بتاعت الحاجات اللي عايزة تملك التكنيكس دي عايزة دراسة مطولة وممارسة كبيرة شو راح تقدر يعملها تنفيذ هذا العمل مش بس ان نفهمه نعم تنفيذ هذا العمل بيقتضي ان الواحد يقدر يعمل سيرفيز السيرفيز دي او استبيانات بصورة خاصة ده علم واسع او علم المتخصص فرع المتخصص من فروع الاحصى والحقيقة انا هاكلمكم شوي عنه لان انا ديت محاضرة عن الموضوع ده في اطار الكورس اللي كنا عملناه سنة 2012 على الوسائل الكمية في العلوم الاجتماعية او الواقع المتخص في السوشل ساينس فهدقوا ده كانوا الليكتشر فايف اللي كان اسمه سامبلز ان سيرفيز فزي كده في الاول ما عملنا الريفراشر على البروجيكت سايكل والحاجات دي هاخدكم كده ريفراشر على السيرفيز كسبت ان المرة دي كلام اللي هتشوفوه ده بقى هو اللي احنا هننفذه في المرحلة اللي بعد دي دي فده مش كده مجرد محاضرة انترستينج نحضر ونسمع عايز ان يحصل حالة بقى امتصاص حقيقي لان هنطالب بتنفيذ هذا الكلام طيع طيع اولا تقلت بتسألون دايما زمان على الكتب والماتيريال زبتاء انفاكت انفاكت انه من المستدد تكنيكس وفي كتير جدا الكتب فيش تكس بوكس فقط تتبعوا البرزنة انا نضطلكم المادة بشكل كبير اوي وبعدين هيبقى في كلام في الممارسة بعد كالا اولا 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 نقطة الاساسية جدا انه طبعا فيه كبيرة مش هقدر اشتغل مع الناس دي كلها فباخد سامبل صغير باخد اخد سامبل هشتغل على السامبل ده هطلع من درستي للسامبل ده هطلع سامبل مين او استاتيستيك سامبل استاتيستيك هافطرد اي انفير من الاستاتيستيك ده الترو بارامتر لول بوبوليشن مين هقول انه الرقم ده يعادل الرقم ده فبذلاني انا مش قادر اوصل للرقم ده على طول باني انا تعمل مع كل البوبوليشن هعمل سامبل وسمبل ده يعملو برانم سلكشن يبقى أفضل وده اللي حدرسه فده اللي حدرسه فذاس why i do sample surveys now how do you do sample it may في sample وفي survey start with definitions اولا what is data what is a variable what is a statistic and what is a parameter حدد ريقولي حاجة على statistics وبرامتر زبطة yes tell me لا 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 tell me statistics and parameters i just said it i just said it a moment ago and i'm testing to see whether you are listening to what i'm saying yeah it's on the sentence ayوا بالزبط وفي assumed equivalence ما بينه فدا نبدأ بقى هنا هوات a variable is an attribute that describes a person a place or a thing or idea and the value of the variable can vary that's a fundamental issue from one entity to another في qualitative variables تبقى categorical زي مسلا اقول الكور دي لونها أصفر ولونها أحمر ولونها أخبر او اقدر اقول categories of people married unmarried يعني ده status الquantitative variables are numeric يعني بقول population of the city عمر الطالب كده دي بقى it's a numeric value that it's not a category it's a numeric value في continuous variables that can take any value between the maximum and the minimum range the weight of the persons in the class عمر الناس الموجودة هنا في من أصغر واحد الأكبر واحد فيه range و الناس الموجودة فيه وفي discrete variables فرق ما بين continuous with discrete and discrete must have an integral value يعني زي مثلا if I toss a coin how many times would I get heads it would be 2 or 3 now مش حتى بقى 2.5 يعني فال discrete variables بتمشي in complete integers type test which of these statements is correct all variables can be classified as quantitative or categorical variables categorical variables can be continuous variables quantitative variables can be discrete variables كل واحد كده مع نفسه يرد which is true and which is false of these three anyway كل واحد يسأل مع نفسه كده 1 and 3 are correct 2 is false categorical variables categorical variables can be continuous variables no they are either categorical or continuous ف لما بوصل discrete variables they imply sudden move from state to state or continuous variables imply constantly changing transitions بس في السوشل الحاجات الدراسية اللي بعملها النوع الدراسات اللي أحمد بكلم فيها الدراسية actually you can for convenience use discrete variables rather than continuous variables حجات كتير زي أمسان I can imagine a transition goes from one state to the other with data categorical value صح؟ but I can also imagine a continuous transition where does this apply بقى في نوع الشغل اللي احنا بنعمله زي مثلا نتكلم خروج الناس من الدراسة إلى حياة العمل الحقيقة الحقيقة أنه في ناس تتصرب وناس بتطلع كل يوم من النظام الدراسي لأسباب عائلية أسباب اقتصادية ثم إنما لأن فيه rhythm بتاع النظام التعليمي ممكن أن أنا أفترض أن it is a discrete variable فمثلا لو عملت أنا this is a model I had built many years ago والواحد يفترض أنه عنده سنة دراسية وكل نهاية السنة الدراسية في حاجة في أثناء السنة فيه واحد يقدر يعمل drop out من غير ما يكمل السنة فيه واحد يبقى non-content يخلص السنة الدراسية بس مش هكمل بعد كده فيه واحد هيعيد السنة وفيه واحد هتنقل من سنة إلى اللي بعديها وفيه possible new entrants يخشوا في النظام لأن عامة المجورتي بتاع الحاجات دي بتحصل في فترة الصيف بعد من خلص السنة الدراسية وقبل السنة الدراسية الجديدة ممكن أن أنا أتجاهل الـ الـ واستعملها كـ الـ السنة الدراسية موجودين في المدرسة في السنة الدراسية موجودين في الليبر ماركت بعمل أدسيجن أن أنا مش هحسبها كـ continuous variable لأنها بتبقى أسهل في حاجات معينة هنا طبعا اللي منكم بستعمل equations السنة الدراسية اللي هي بتبقى بالسigmas والدifferential equations اللي هي بالكالكس difference equations يتسمعين ننع استعمل حاجة اسمع ماركوف chains which is a very good way of building these but let's go back to the issues of data collection حمسا بن كان في السورويز مش في زيح نحللها بعدين ديتا ديتا collection ديتا when organized becomes information when explained becomes knowledge شاء الله من حلل knowledge we will have wisdom بس دي حاجة تاني كلينا نتكلم دلوتي ازاي باج مع ديتا في اربع وسائل نمرة واحد سنسوس سنسوس أساسا بعد كل حاجة يعني أو بمتحن كل واحد أو بعمل بس بقى يعني the entire population ما فيش بقى choice طبعاً this is the most complete thing we can do بس because it is so big it's not very practical واغلب الدول بتعملو مرة كل عشر سنين et cetera et cetera ولذلك نمر اثنين في سمبر سربي سمبر سربي ناخد سمبر وطلع منو an estimated sample statistic from which i impute a population parameter في experiment experiment was a controlled study where you attempt to understand cause and effect relationships ولمنكم حضروا الكورس تعال كنتي تتكنيك سيفتكرو انحنا كلمنا كتير اوه على experimental وقوضى experimental designs desde zayn al-designs de have to be very rigorously done عنشان الله ده ريد من and results that can be explained and defended في observational studies observational studies researcher does not control the experiment you control it يعني مثلاً a more complete example of studies of that kind include مثلاً educational curriculum changes أو clinical studies تتعمل على new medical treatments Now, observational study, as a researcher, I am not in control of how the subject is assigned or which treatment they receive إنما الكيس studies are very important it's simply an observational study of one case ولذلك عالعكس ما بيحدث الحاجات كتيرة جدا you are not allowed to generalize findings وبالتالي مفروض أن نتعمل مع الظاهرة دي بهذه الصورة لا, if it's a case study, it's a case study it stands alone, it's not, you cannot generalize from it in fact, we will find out in the many samples you cannot generalize from only some samples, I mean probability samples you can generalize from طيب، فهنعمل sample survey to estimate the value of some attribute of a population cheaper and easier and a great value is the error term لأن أنا لما أعمل شغل علمي بعمل reporting on a sample survey أقول لك الأرور term is plus or minus three percent plus or minus two percent فبديك معلومة مهمة جديد مش أقول لك النتيجة كذا أعطيت 62% من الـ population موفقين على البرنامج بتاع أوباما plus or minus 3 percent 5 percent لأقولت plus or minus three percent يعني من 59 إلى 65% وبعدين حاولك كمان حقدر أقولك مش بس كده وأنا I have a confidence level مثلا if I choose 95 على حسب it could be 99 depends what I choose إنما confidence level that the answer would lie within that range فأنا هنا بقى بديك رد علمي ما بقولكش إنها هي كده لا هي في الحدود دي كونها فيه error term اللي بيفرق العلمي من غير علمي إن العلمي بيحدد لك error term ده a range بالأرى شكلي a well-designed sample survey can provide very precise estimates for population parameters what's quicker cheaper with less manpower and you can generalize but generalizability requires random selection causal inference is another story it has to be teased out when subjects are randomly assigned to groups دي بتخش في الـ experimental design أو الـ quasi-experimental design its correlation is not equal to causality دي يعني يعني قعدنا نتكلم فيها لما قلنا المطروح المستشفى هتلاقي عدد الناس اللي عينين فيها أكتر جدا من إنك تروح فندق فبالتالي المستشفيات تؤدي إلى الناس تعيين not true هو الناس اللي بتروح المستشفى عشان هي عيانة بس على فكرة يعني الحاجات دي مش سهل إن الواحد تدرايف المعنى وعايز أكسبان أنا بديت مسأل في الكورس اللي فات مسأل كويس أوي مدرسين فيه مدرس بقى تجاهو ويحب الطلبة ويتناقش وبتاعه وفيه مدرس يبقى فورمل ومتباعد وفيه طلبة بيبقوا مستجبين ومش عشعين كده وفيه طلبة زهقانين ومش مهتمين وبتاعه فكان الاسمشن إنه هنجد إن الأساتزة للمتباعدين بيؤدوا لأن فيه بصل مش مهتم وإن المستاذ اللي بيبقى وورم وبتاع بيبقى معاه طلبة رسپونسي ببتاع بس بس الامبليست ديركشن is not proven سينتيفكلي مش مزبوط لأن ما قدرش عرف إذا كان هو طريقة الأستاذ هي اللي بتؤدي إلى إن الطلبة هما بيستجيبوا كده ولا لأن فيه طلبة مش عشعين بيخالي الأستاذ يهتم ويحب يشتغل معاهم ولما يلاقيهم مش مهتمين ويحب هو بيقول طب أنا خلص بقى الشغلي فقول محددرتي ومشي الدي الديركشنال بتاع القوزال التي we don't know كذلك بقى ما بنعمل السربي you have to be very careful يعني you need not just correlations you need causalities causalities will need experimental design or quasi experimental design حاجة تاني anyway that's another issue Sample Statistic Population Parameter دولا أهم حاجة كدبنا فيها الفرق ما بين الاثنين Population Parameter is real Sample Statistic is an Estimate وزا اتعمل بطريقة علمية حقدر أعرف الأرر term بتاعي بزبط إذا هو ده لحنا نتكلم في فرق ما بين ده وده الاثنين 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 comes with an error term and we can say إن في quality في sample statistical accuracy precision or representativeness they are all affected by the sampling method طريقة اللي خدت بيها السمبل ف دي بقى مهم أو إن نحن نخش لإنه الباد سربي make for bad estimates و باد سمبل make for bad سربي سي ف إذا نظرنا في مصر مثلا عملنا الفرس presidential election ده كان البيو بتاعت الناس after the first round ده اللي حصل التوقعات اللي كانت موجودة قبل the first round sample surveys were completely wrong نو يعني لسه جداد في المهنة دي في مصر ف ما نزعلش قوي من الحكاية دي لإنه في أمريكا في قصة مشهورة جدا هاري ترومان توقعوا البولسترز إنه هيخسر وحتى الشيكاغو تريبيون نشرت إن دوي ديفيد سترومان لإنه كان لسه النتائج بتتحسب وطبعا هاري ترومان هو اللي كذبه بقى رئيس جمهورية وطومس دوي ما حد سمع عنه بعد إنما هاري ترومان بقى كان فرحان قوي إنه بالصورة إنه هزم اللي كانت ضده لإنه وقتعك لسه البولين تكنيكس تعتمى كنتش developed as they are now حاليا تأريبا ما فيش أبسات تحصل that are not predicted by polls almost never yeah طي فَوَتْ تَعْمِن تُعْمِن 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 52% مفئين على الضريبة القاتية البرنامج القاتي whatever الأرر ترم معنته أن because it's a sample because it's a sample it's not the population في أرر والأرر ده given the sampling technique is plus or minus 3% يعني بقول أن the real value is between 49 and 55 وبعدين بقولك أكثر من كده أن الـ confidence level بتاعي في الشغل ده 95% و ده رخليه 99% ده رخليه 9.5% إذا كنت عايز أوصل كبير بس ده حيزود بقى sample size و الحاجة ده إنما الـ confidence level ده are 95 chances out of 100 and the values are correct مش الـ 52% الـ 49 إلى 55 إن range ده is correct I have 95% confidence in that فالerror term نفسه 3% ده بقدر أقللها بإني أزود الـ population sample إذا وصلت إلى sample 100% of the population حيب عندي one value و zero error لإن حيب الت حوال إلى parameter إنما I can reduce size كل ما السمple هي كبار كل ما 3% دي حد إلا إنما الـ confidence level بقدر موضوع تاني حنت كلم في فال sampling error is the calculated statistical imprecision due to interviewing a random sample instead of the entire population a margin of error provides an estimate of how much the results of the sample may differ due to the chance when compared to what would have population was interviewed in confidence level in we are confident of that particular answer ل 5% possible error طيب إذا أنا sampling error ده مرتبط بالسامple size أقدر أكبر أصغر طب إيه خليني أصغر فلوس طبعا ناكست بس not to the point where the range of the sampling error will be too big to draw a meaningful conclusion if you want to even say the certain way to to 90% and error term type of sample size هيبقى بيختلف طبعا the smaller the sample the higher the error 6% and as you can see these are the percentages calculations بتحصل the error term بيزيد وبيقل at the extremes بيزيد في النص لما رايب من 50% I have to be very careful على ال error لأنه ما فيش overwhelming trend that I'm capturing if I'm capturing an overwhelming trend الاهامية بتاعته بتقل ده من الجلوب which is one of the most respected institutions بالحكالي طيب في margin of error calculations موجودة on programs you can get particular programs بيزيد التول في ال computer بتليه بس لس look at surveys and samples ايبا types of samples كلمنا على random sample بس random sample what is a random sample can anybody tell me what a random sample is يعني لما في حكت randomness the population and i want sampling على villages في الدلتا اختار بلجز بعينهم وحرح لهم فانا باتكلم على بلج دا وداخل بلج دا حاخد سامبل من جوا البلج صح? المنر in which I take the sample has a lot to do randomness أيها هند يعني يبقى عنتي من قول يعني يبقى عندي female and male يبقى عندي من age groups مختلفة كبار وزغل ويونغ وهي دي يبقى راندم يبقى علشان بعندي that's very selected is a stratified is a stratified sample انا بقسم populations الى groups وعيز عينات من كل جروب وابتعى that's different random sample simply means انه لازم يبقى العينا العشوائية زي مسميها اعنا لا فيه فيه very subtle فيه very subtle difference حاولوكو عليها دلوقتي نحن نتكلم على الكestionnaires ومش الكestionnaires وصربي data collection انما احنا we're choosing a sample of elements or people out of a target population انه we want to reduce the cost and the amount of work عشو من عميرش census ولكن لازم ادوار فيه probability samples ونن probability samples in non probability samples we do not know the probability that each population element will be chosen and or we cannot be sure that each population element has a non zero chance of being chosen this is extremely important يعني الديفنشي انه each population element has a non zero chance of being chosen for the sample that gives me a probability sample يعني انا اعملت اختيارات موينة بتأسم الpopulation بطريقة موينة مش حقدر اقول عندي randomize sample بتال population كلها انما ادر اخد randomize sample بدخلها زي ما اعمل ان cluster sampling هيا مسمية cluster sample او زي ما قالت هند بطريقة او STRATA فالنن probability sampling has great advantages inconvenience وكوست disadvantage ان ما اضارش اطلع من الاست sample statistical population ان اي cannot do this زي اي اي مسلا زي ان انا اكلم مسلا مجموعة منكم واقول نبي صلاح وهشام وعزة ولميا تعالوا نبي او 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 صحبي وعرفكم that doesn't mean ان الانسر that i will get can be representative of كل المجموع الهنا لو اخدت كل المجموع الهنا برضو you are not representative of the library لانو حصل filtration الاول واخترنا ناس واخترهم مش عارفين you may be متشكلين من different sectors و different jobs different age groups و gender ومش عارف ايه بس still the point is not every single person في ال 2400 واحد في المكتبة had an equal chance of being selected in this sample this is a very important part of the definition برجع sample ال population وبربط بين ال اتنين وبرشوف randomization حصل ان people had an equal chance of being selected ليه بعمل كده non probability it's convenience يعني بعضوكم اشترك معايا في الحجات اللي بسميح focus groups لو ملوك تعالوا كده تعالوا فلان 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 تعالوا بجمع مجموعة من ناس whose views I would appreciate on something but it's not a sample this is not a sample this selected group يعني في بع main types of non probability sample ال voluntary sample الناس بتتطوع ده by definition في self selection يعني almost for sure they are not representative of the population لأن by definition في حدا الكبير تاني people who did not volunteer they it's very useful إنك أنت تعمل sampling أو تعمل some sampling مع volunteers يعني تطلب من الناس نبيع جماعة يعني مثلا كتير جدا تلاقي الناس تقول would you please answer this survey في ناس بتقبل الناس ما تقبل الناس اللي قبل are not representative للناس اللي ما قبلوش فم قدرش أقول إن العينة اللي ردت علي دي تمثل الpopulation كلها أقدر أستنتج أقول من الناس اللي ردوا علي على فكرة كان فيه 60% مبسوطين من شغلنا و40% عندهم اقتراحات تعديلات which is useful in and of itself بس 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 مقدرش أقول إن الpopulation كلها مثلا اللي جات المكتبة أو اللي في مصر تمثل كسا الكنفينيين سامبل يعني زي مثلا عينتر في المصر students my employees أو فمول الواقف في المول عمال يواقف ناس في السكة ولي يرد عليه يروح واخده كا It's a common marketing survey technique بس again it's not a random sample None of these allow for generalization to the population دي أهم حاجة لو أنت عايز ترجع to generalize to the population you have to have a probability sample they have also يعني values تنيا يعني مثلا في samples بتبقى كمان سنوبل sample أو follow-on sample يعني أنا عارف مثلا مثلا سلاح سليمان مهتم بالقضايا البيئة فاكلمه وقوله صراح ونبي أنا عايز أسأل ناس تفهم في البيئة كمان يقول طب كلم إنشام وكلم مثلا محمد وانروح لإشام وقوله طب يديني ناس زيادة فهو يديني ناس زيادة فهو يديني فهو يديني بسا تفهم بسا تفهم تفهم ناس زيادة تفهم للميئة بتاع الانبيرومنتل أوسع بسا بخذ بقى this is a convenience sample the whole quota samples where I don't want to look at quotas for the classifications that I've taken from them or if you have convenience, whatever it is going to be. Probability sampling, that's what I'm going to say is that I have a fourth sample statistical population. They're the only samples from which you can generalize to the entire population. This is a fundamental scientific argument. ولما الناس بتخطئ تطريقة اختيار السامبل most of the time لو بعتوا research paper للمنتجرال ستترفطو. You cannot generalize to a population if the sample is not probability sample. Random samples. Ronald Fisher who's one of the biggest names in statistics رقي عن هي عمل حقت خطيرة جدا 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 في الستatistics أثبت حكاية الرأمان سامل. It is not obvious. إن أنا أعمل راندوم سامpling لو تعمل صاح ممكن يطلع كده مكربس في حتة واحدة بس أو حتة تين. وأقول إنه this is the best representation of the whole country. النتشرا لتنسي هتبقى إن أعمل كوتا سامل زي ما قالت هند أو أعمل إنها صعبة إنما اختتعى أن صعب مكتبه في الاندوم سامل المستطلة هي Das is the best representation you can get. طيب. How do we do random samples? في حاجات تيبل الآن تسمي أحد تيبل سامل which are random numbers تطلع من الكومبيوتر وانا ممكن نعمل استعمالها في وسائل مختلفة كأن أخذ الأرقام دهيا من مثلاً لو عندي total population list وقولن هما دولة اللي يمثلوا العملية إنما فيه a number of ways of doing that simple random sampling, stratified sampling, cluster sampling, multi-stage sampling and systematic random sampling simple random sampling إن لو عندي population فيها N objects the sample consists of little n and if all possible samples of N objects are equally likely to occur equally likely to occur this is يعني لو أنا مثلاً ببص على العربيات مشن نساحلها الحكاية عندي مجموعة عربيات في منها هندا وفي منها شفرولي وفي منها بيجو وفي منها مش عارف إيه وبتالي وعملت random sampling لخمس عربيات أو عشر عربيات وطلع تمانية منهم بيجو مثلاً حتى وطلع كلهم زي بعض عربيات أو عربيات أو عشر عشر أكبر ما هي نفسهمينP المقتلقة حولها جدا. فتحاولها interesting. مثل بلطري أو بسنطره جريطاني . فهلا بالتالي الجنس من البداية و groundwater مختلفة إلى مجموعتي وما يقوم بسنطره وبعدين the groups themselves are called strata and then within each group a probability sample usually a simple random sample is selected. يعني نقدر نقسم البلد إلى north, south, east أو محافظات أو whatever it is وأخذ random sample من كل strata من السترات دي. عشان أخذ حاجة مشابهة. but this is a stratified sample. في بقى حاجز ما cluster sample which is different. cluster sample ده إن في جروبس يعني مثلا أقرب تشبيه ده لديه لكم لو في المكتبة هنا عندنا 200 وحدة. فأنا ممكن أجي أخطار من الـ 200 وحدة ده لهم 20 وحدة. وبعدين أعمل interviews لكل الناس اللي جوه كل واحدة من دول. دولة are surveyed. فthis is a, I can choose the clusters by a probability method. وداخل الprobability method باخد الناس كلهم اللي فيها. دي برضو is another form of that. Multi-stage sampling means in normal sample by different combinations of these methods. In stage one we use a cluster sample. وبعدين stage two we use simple random sampling to select within يعني. يعني أنا قلت الأول. ناخد كل الناس اللي في الوحدات. فريد إن عملناها بالإدارات. أنا عندي خمسين إدارة واحد وخمسين إدارة ومركز. لو اختارنا منهم خمسة أو ستة وبعدين داخل الإدارة عملنا random sampling لليستاف اللي موجودين. ممكن إن في المجموع دي يطلعوا كلهم مثلاً سكرتاريا وهما يطلعوا كلهم أخصائيين. doesn't matter. As long as they all would عملناها random sampling and each within each group has a full chance of being selected. Systematic random sampling is done differently. ده أن أنا أجي أخذ مثلاً table of random numbers أو طلع random number generator. طلعي مثلاً طلع لي رقم حداشر أو تسعة. أختار نمرة تسعة ده. وبعد كده كل تسعة اسم بعد كده حاخده. ورقم تسعة ده طلع بقى من random number generator مشاناً الاختارتوا بس ده بقى بيسموه systematic different from pure random sample. It's different from simple random sampling since every possible sample of N is not equally like. طيب. How to select the probability sample? طبعاً يتحقلكم إن إحنا خلصنا يعني شرحنا كل الوسائل دي. What is the next step? لا فريدي. We selected one. What is the next step? What makes it? عشان نفز الحكاية دي إيه بقى لنا إسني دلوقتي. What is the next step? What is the next step? What is the next step? No, no. Assuming I know what I want to do. It's the next step. I must have something called a sample frame. يعني غزم أبقى بحد الpopulation بتاعتي. From which I will select the sample. This is not easy. This is not easy. يعني يعني the selection procedure. Units simple random sample, stratified sample, cluster, whatever. Then having done this selection procedure. a method of contacting the selected units. وبعدين this is a data collection method or mode. وهنا بقى في كلام تاني بسمش حنخش في دلوقتي. لو يحصلي للما بردش. Non-respondent. Do you replace them or not? Normally you shouldn't. That's another thing. But step one is to construct a sample frame. The simplest if you have it is a complete list of the target population. Sometimes it's easy. Sometimes it's hard. It's not. يعني in large population which to select a sample. This is usually a complex and expensive task. عشان كده الشركات الكبيرة اللي بتعمل surveys في أمريكا تحسنوا جدا مع مرور الزمن لأنهم part of their ability أنهم يعملوا interview لألف واحد ويجيب لك حاجة بري كلوس للفعل result بتاع population 300 مليون واحد إنه عندو في الانتخابات في ولاية إلينوية وولاية أوهيو وفلوريدا أكتر من حضر التانية مثلا. بقى نرجع تاني الكلام اللي كنا بنقوله من شوية على النواء بانل. النواء بانل قال ما ينفعش ان السورفي بتاع الكونتينجيند يتعمل إكسابت فيس تو فيس. فلو أنا عايزة عمل بروبر كونتينجيند تكنيكس سورفي زي قدر استعملها في الكونتينجيند تكنيكس مفروض اني اعتمد انه هيبقى فيه انترفيور هيكلم الناس ويطلع النتائج دي هتدرس تباعا. إنما لو ما ينفعش عملها بالتليفون ما ينفعش نبعث واحد في الحوش بتاع الكورية الاداب ويوقف الناس ويسألهم أسئلة أو في المول ويسألهم أسئلة. These are not valid ways of doing it. كل الشغل بتاعنا وصاده من ناحية تانية ان احنا بنحاول نتفادى البعث باعث باعث باغ الزرس بطاعة مين مين المترجم للقناة يبا إذن الريزالت بتاعي في الآخر is not representative of everybody فالدegree of non-response is a form of bias that is built into the sample فالobserved value will deviate from the population parameter to the differences الموجودة ما بين those who responded and those who didn't respond يعني لو قلتنا مثلا الانتخابات الأخيرة رئيس سيسي أخذ مشاهد 95% من الأصوات دي من 46% من الإلجابة الفوترز I cannot generalize وأقول إذن لو كان كل الإلجابة الفوترز انتخبوا كان حياخد 95% منهم لا it is very clear أن البياس الانتخابات would not allow someone to say and the non-respondents are similar to the respondents أرجع تاني لتفنية بطار راندم سمبل راندم سمبل I not only say every person has an equal chance but in the combination of people in that sample who responded to that sample have any other combination of people has an equal chance of having been selected of people and the non-respondents بتدخل نوع من الباس الكبرج باس بيجي when population members do not appear in the sample frame في under coverage في ناس مش محسوبين في population مش متسجلة في يعني لسه كنا منتكلم مهودة على حالة بتاعة شخص هيروح يسجل اسم مولود وبتاعه وفي حاجات كده كتيرة مش مفروض بتحصل بتحصل يعني فدي مش ظهر تلفون سوربي مسلا حد بيعمل تلفون سوربي تبو ناس المعنداش تلفون don't have an equal chance of being selected ناس لعنهم اكتر من تلفون more than one chance of being selected ففي سيلكشن بايس با بيخش زيه بغونا مثلا people who have that can under coverage نما في selection bias انو في some people have a greater chance of being selected than other people فدي بتاف كتير so how you select your sample is only one of the issues in doing survey research في كلام كبير او في السمpling في بيبقى bias due to measurement error now survey in which الحاجات بتحصل يعني بتبقى فيها خطأ بيدخل فيها الخطأ الخطأ ده كتير بتحسب في response bias اهم واحدة فيهم leading questions طريقة framing the question is extremely important لأنه it results in interpretations of the results that can be يكدا يكدا مثلا دي بي simple example لو سألنا حد بنعمل السربي و سألنا حد are you satisfied dissatisfied or very dissatisfied choose one نعم actually this is a loaded question loaded بمانا انا مددلو اتنين negatives with one positive to choose from مفرود ادلو اتنين positive with اتنين negatives اودت one positive with two negatives امالت loading the question is already loaded you really have a problem this is a question that is biased towards getting a negative answer in this case حاجة التانية طريقة السؤال في social desirability issues يعني most people will not admit انهم عندهم behaviors that are not socially acceptable as a result عايز يستكشف حاجات زي كده في surveys لازم يعمل construction of many complex indirect questions that together result in leading to a reasonable probability of a conclusion نام يعني مثلا لو أسأل سؤال لو أحد أنت بتضرب ولذك كمرة في الأسبوع أو أنت بتضرب ولذك ولا لأ يعني أو لأي الجد هل أي أبضرب هم يعني دي تقريبا حتى نيل الأنسر يعني بس نحن أنها تحصل في المجتمع طيب بس مش هاخد برسن جرب لأنو المترجم للقناة 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 ونظف أو إيجاد تحقيقها وإنسافيها أو إيجاد متشاكل أولا أوروبة للمحل أجهد للمحل أجهد ومع المحل أجهد فشير من العملقة الحقيقة في فشير الخامسة كتيرا لذي أجهد ستريقها حقيقة يعني قامت في النصف usualy its the normal state don't worry no effect no change or there is no difference between expected and observed the difference is due to chance on expectation tab how do I formulate an expectation well it depends لو في حاجات فيها دايريكشن يعني مثلا بقول ان انا متوقع ان اغلب الناس حيبقى طوله متر سبعين مثلا في السامبل بتاعي يبقى دا مالوش دايريكشن متوقع ان في ناس اعلى منه اطول منه وفي ناس اقصر منه حيبقى عندي a distribution that looks like that و I am willing to accept a two-tailed distribution ويقول انه within this range I will accept الhypothesis لو اعلى من كده او اعلى من كده او اعلى من كده I will reject the hypothesis this is called a two-tailed distribution tails دي كلها لاني بدور على حاجة الexpectation بتاعتي انه هو هيبقى قريب من المين لو السمبل بتاعي طلع within that range around the mean يبقى دي variability that is explainable within just chance of probability إنها تقريبا كده يبقى التوقع بتاعي سليم إنما في حاجات بقول I expect أن الpopulation دي حيبقى عندهم أكتر من 12 سنة دراسة بقى ده one tail في direction where it's only one tail إن هنا بقى منام في direction إبقى I will reject إلا أعال or I will accept anything that is higher for no directionality use two tailed directionality use one tailed in classical science the most of the statements there is no effect of a particular treatment treatment هنا may mean a medical treatment a political action a educational change now there are two types of errors which are very common type 1 or type 2 error type 1 error is what we call a false positive and the test says this person is healthy ويطلع عن الپرسن ده عنده كنسر أو this person is not guilty بيطلع جل product is faulty لا the product is good is all why do I need it I need it I need it assumption and then I say the results are false to the assumption the timely surveys you will assume and when you formulate your questions for the survey you are trying to find answers to something to find answers to something you are presuming in the way you formulate the questions and the types of questions you will put in the questionnaire towards a hypothesis or something that will be supported or not supported يعني وإلا مش هتعرف تعملي أسئلة تعملي أسئلة إزاي هتسأل إيه يعني مثلا عايزة عرف the attitude of the university students towards the library مثلا do they like the library appreciate the library or don't appreciate the library should I start with assuming in هم they like the library or I start that's a very simple one to answer the assumption is yes you assume there is an attitude you can start with a hypothesis from anything that 50-50 وبعدين تشوفي الريزالس حتى مختلف خالص إنما it's how you construct questions are very important لأنو لما تعملي الأسئلة you are trying to find out something that usually involves more than simply قل الل what you like why لأنو you will find yourself in formulation of value judgments يعني فتكري تاني الكلام اللي بقلت لكم على النوع try to formulate things in a yes no try to be precise in what you give people to choose from don't ask them a general question most of the time general answers will not be very useful يعني مثلا أنا حيهمني أكتر قوي لو عايز أسأل طلب إيه رأيكم في المكتبة أن أدور إيه اللي بيهتموا بيه في المكتب وأعرف منهم إيه أكتر حاجة بيهتموا بيه وإيه اللي عايزين يتغير فيها و that will require نعمل formulation شعام formulation I will have to know to think a little bit about what I think it is going to be وإلا you will get general answers that do not have any value إلا حيحصلك داي تعملي الياس شنو دا في حاجة بسيط جدا البولز اللي بيعملوها بالتليفونات والحاجات دي they usually ask one question do you support President Obama's health care program or not بيقولك بعد كده المجوري of people do or don't داي تبالي لما they ask only one question إحنا هنا لما حنعمل survey حنعمل survey عايزين ندور على حاجات زي social resilience اللي موجودة في القرى الاتitudes الاجتماعية اللي موجودة عند الطلبة to do that you will need a battery of questions البatteries of questions دايين are guided by a hypothesis and perception of what it is these bits and pieces of it can be constructed in a way that then when you get the answers which is what we're doing now you can validate or invalidate the hypothesis الواحد بناها الأول فدا أساسا لو if the null hypothesis is true and you reject it it's called type 1 error if it's false and you accept it it's it's type 2 error different kinds of error type 3 is to correctly reject the null hypothesis but for the wrong reason that's but that's another type و ما سؤاله 11 قالك لا في كمان incorrect interpretation of a correctly rejected hypothesis يعني كلمة على حاجات تبية a physician's correct diagnosis of an ailment is followed by the prescription of wrong medicine this is an example there are many other risks of error how you specify the problem the sample design the experimental quasi-experimental designs if you have them in the whole research methodology understanding of the kind of data specification of the statistical analysis and correctly interpreting the results calculation and conclusions بسرعة لأننا فيش داعي يتقعدو في الماثماتيك سورميلا بتاعتها شفناها بلكده أنه this is where the type 2 and type 1 error fall أنه ده null hypothesis وده actually true alternative هنا النقطة الولتاع بلكده أنه the more you do the testing the more the average converges مع true population statistic لما تيرو tests كل كلم is the same the finding is significant at the 0.05 level the confidence level is 95% the type 1 error rate is 0.05 the alpha level is 0.05 alpha equals 0.05 there is a 95% certainty that the result is not due to chance there is a 1 in 20 chance of obtaining this result the area of the region of rejection is 0.05 the p value is 0.05 p equals 0.05 same thing they're just expressions they mean the same thing and about variance of standard deviation is important variance is the square of the standard deviation frequently people forget to make that distinction when you think the variance and look at standard deviation if you think the Gaussian distribution bell shaped curve is affected by the standard deviation of distribution remember to convert variance check hypothesis but this is very important normal Gaussian distribution it's fundamental curve it's a normal distribution for almost any repetitive event distribution of the population around that mean standard deviation within plus or minus one standard deviation you have 68% and then within two standard deviations you have 95% of the distribution it's a normal distribution with a mean of mu and standard deviation of sigma standard distribution sigma this is very important this distribution is very important أنا شايف اللي الناس نخش فيدي ولا نفوتها دي غالص طيب أكشي طبعا المين is very simple اللي هو الـ X bar كل الـ observations مقصوم على العدد بتاحها الـ variance هو الـ square of the standard distribution بس أنا حديكم I prefer to give you a a question to ask I taught you last time في المحضرة how to question an equation شانت تفاعل ماهو تفهمه فا this is the formula for calculating the variance standard deviation is given by the square examples for calculating it now this is more important أخذ واحدة من الفرملا سدي بس clear thinking understanding what is behind the formula let's look at the formula for computing the sample variance اللي هي S squared واحد على N minus 1 مضروبة في sigma of I from 1 to N of difference between X sub I and the mean of the distribution squared now let's ask why this and why that why do we square the deviations from the mean that is good because if we just add up all the deviations we'll always have zero so to deal we square the deviations now it also magnifies the deviations therefore it helps us to better feel the spread of the data when we magnify it why not raise to the power of 4 3 will not work عشان حتبضل negative the answer is squaring it is enough why do we need to double square it you could but it's not very useful that you solve the problem but there are negatives by just squaring it why is there a summation notation in the formula because you are adding up the squared deviations of each data point to compute the total sum of squared deviations as a result if you look on the distance between each observation point on the mean and you square that and you want it's a sum of squares in fact sometimes it's referred to as a sum of squares technique type why do we divide the sum of squares by n minus 1 n minus 1 n minus 1 that's why why n minus 1 why not n we must bring in the sample size and in general large sample size will have a larger sum of square deviations by around the mean and the n minus 1 is because you have an estimated variance that's much closer to the population variance you can divide which you divide by n in other words if I have only one observation that is squared I will have that that will be equal to the full amount if I remove it as Russia said you will be able to get something more than just the mean but for larger samples it really makes no difference any large sample doesn't make any almost the same and they are acceptable very small sample shouldn't be actually it's theoretical arguments degrees of freedom but that's another discussion I don't want to get into degrees of freedom it's another discussion you will only have n minus one degrees of freedom because if you have one observation you have zero degrees of freedom you have one observation you can't do anything number of values are free to vary and if I have only one if I don't have any freedom what are the number of values that are allowed to vary well if we have two observations and calculating the mean we have two independent observations and if we have calculating the variance we have only one independent observation since the two observations are equally distant from the mean but but that's لمد you calculate a variance. في حين أننا في محلة دفع لم يكن لأى محلةrapنية إسم هناك. وتفعيل محلة. وإن إعادني هذه محلة محلة تفعيلها. المحلة الأجياء بينهم. جيدة كما تفعيلها. هناك محلة يمكن أن يكون محلة إسم هناك تفعيلها. It starts being more than one observation لو زادوا عن الكيس ده. If I have only one observation ما عنديه هو المين متعينا خلاص ما بقاش في حاجة فيه one observation. ما فيش هاي بقاش فيه ما فيش statistic خالص بقا هو القيم هاي الستatistic. But if you have two observations المين حايبا ما بينهم. By definition they will be equal to each other. لنحاي بقى فيه one distance from the mean only. More than that بقى you begin to come into it. The degree of variability that you allow to vary is limited on the number of observation minus one. That's the degrees of freedom. That definition is بتاعتها but we can skip that. إنما اللي عايز أقوله إن الواحد مش مفروض يقعد يفكر في إزا أطبق الإقواجية. لن أعيز الناس دائما تفكر why we are doing what we are doing. عشان أعرف السبد. عشان أعرف أوصل للvalue. عشان أعرف to reduce the error. عشان يبعاندي more confidence in my results. عشان كده I formulate the questions in a certain way. I try to avoid the bias in the sampling. عشان أعرف على الفرام. عشان أعرف على فين. الأررز اللي ممكن تخش في الشغل بتاعي that may lead me to make wrong conclusions. و أنا ديتكم examples في القرص بتاع كونترتي في تنكس على كيسي. that looked very hormonal therapy which turned out in fact to increase not to decrease risk of heart attack even though it was published in very respectable journals. لأنه مست the fact that those who were getting it were usually higher income women compared to lower income women and that therefore in fact although it increased the risk of heart attack the lifestyle بتاع الريتشر ومن والديت بتاعهم والمشعرف ايه والأكسرسيز كان بتخليهم it more than outweighed الامpact بتاع الهرمون الحرط الهرمون الحرط الهرمون الحرط فهرزة here's a case that was published utilized accepted as medical practice ورقع غيروها تاني بعد كده with more statistical analysis فعني الأخطاء دي مش معانيتها آه لأي حد ما بيفهمش لا في ناس بتفهم عوي وقتعمل الأخطاء برضو فعنا عزين نتفادع الأخطاء دي في كل من نعمل فقلير thinking is always more important نعم كل الكلام ده كلمنا فيه framing issues identifying target population sample frame sample design instrument design gathering data analyzing data interpreting results كل ذا done is within a research design general research design project applications من مركة رسالة opinion polls voting education sociological studies المدكال حقات كتيرة جدا موهودة what did samples of surveys but always clear thinking so now getting close to the ending of our exercises we want to do to measure intangible benefits and we will use two or three samples in two or three places or more as need be and I combined surveys for gamma I proposed exercises the as well these are my two groups of combined surveys what we need to do is to develop how we are going to work on each of these now I have here individual questions from sample frame to sample selection parallel في group حيشتغل على definition of questions and the research design parallel في group تاني حيشتغل على design of the instrument after we design the instruments we will have to do pre-tests pre-tests حتحدد how we need to improve and refine the instruments رحنا عمل بعد كدا حنجيب بقى ال actual interviewing حنطر نجيب ناس تعمل interviews حنطر ربهم على how to do interviews which means that people who do the training have to know how to do it و بعد ان they will actually do it under supervision of one of the teams هنا حنطر معهم شوف interviews تعمل مزبوط حنطر تعمل properly معهم in the meantime حنطر مجموعة بقى who has been working على research design وال hypotheses وال حجرد who will prepare the analysis and conclusion what sort of analysis we will do لما ال data حتيق حنطر فيها بابعا بيبقى فيه coding للresults وبعدين mounting in the database وبعدين نعمل analysis وال conclusion بتاعت فال different teams كل واحدة حيبق لها جزء من الحاجات دي يعني وفي جزء حيرجع تاني after الاشتغل في الاول على ال sample frame حشتغل في الاخر أيضا على ال analytical side بتاح this is a major exercise بسيط بنا حيضم عدر كبير من الناس من قطاعات كتيرا كدر بيهمني نحن نقدر نعمل generation لكوائس لأنه إذا نعمل generation دي كوائس الدي تادي we will be able to use it and really generate new information and publish academically respectable research that will be something new في types of questions اللي تهمنا I am going to use المتيري اللي جاء هنا at the same time they let me دول now I have your papers I have your suggestions now I want the key people will be responsible for our survey exercises to step forward key people to beginning in the sector heads I can give you 10 minutes to formalize the final teams لو اي حد عايز يغير اي حاجة من التيمز اللي موجودة هنوات يقولي you will have 10 minutes at the end انا عايز اغير التيم اللي انا كنت فيه عايز اروح مش عارف فين اوكي مفيش مانع يعني I'm not forcing people بس انتو you selected yourselves into that team فأسيوم انها it's okay عايز اغير التيم هاي واحد عايز اتغير التيم الفة نظر لكل الناس هنا ان كل الساكتر هادز اشتعلوا في موضوع اوكي وفي مجموعة بس اللي اشتعلت في موضوع الدلتا فاني هما كلهم حيبوا مشتركين في بتاعة الونيفورسي في كم حد اشتعل على الدلتا كم حد طيب طيب معلش انا I will I will interfere in the 10 minutes عزة عزة I will interfere in the 10 minutes and utilize my my judgmental authority ان اقل حد من ادارة من مجموعة المجموعة لالوقيت المجمية imbalanced نستعمل الابروح بتاع هندش ناوي there's not too many sector هادز انا راح انا واحد انا واحد انا نوزحهم شوي ناوي 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 انما it gives you a flavor of what is involved gives you a flavor of what is involved يعني يعني لو انت حاسس ان انت فاهم اللي انت سمعته النهاردة I will be very gratified بتوصل لا that's okay that's okay that's the way it happens until you get used to it where you will have a chance to do that انما the main thing يعني عندي سقة and then like i used to tell you i am الكرس اللي فات سنت 12 with clear thinking you will not be a turkey you will learn to fly and some of you will even soar like an eagle thank you all a ascending is he said tas ehrlich he اشتركوا في القناة 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 وممكن يخش عندك مش عارف ايه فلازم اتأكد ان كل خطوة من الخطوات اتعملت صح على اعلى مستوى والله اذا احتاجنا نعدل فيها خلاص نأجل احنا مش مجبرين ان احنا نخلص في معاد محدد بس مجبرين ان احنا نطلع حاجة على اعلى مستوى ده الاجبار حقيقي انه if it's not done right does not go نفس الكلام اللي بقوله بالنسبة للمطبوعات اللي بتجيلي دلواتي if it's not peer reviewed it will not go forward الانتردكشن بتاحها مش مظبوط it will not go forward مش حكاية ان احنا طلع عدد لازم يبقى فيه standards وده تلتك ودتكس اوكي اوكي thank you very much جميان